في البداية زي ما قولك كده في مواصفات بتطلبها بعض الدول من أجل سفر العمالة وكلنا عارفين من أكبر سؤال العمالة في العالم العربي هو مصر وإحنا أكبر دولة في التعداد يعني فعلشان نسفر هؤلاء محتاجين زي ما نقول كده إيه نديهم بعض الإرشادات إيه اللي بينقصهم تحديدا مش حنتكلم عن إزاي نعوضهم بس إيه اللي بينقصهم تحديدا وإيه اللي دايما بتلاقي يعني الفجوة فين يا بشوان ممكن أنا عايزة أبتدي بس أن وزارة العمل بتأكد كده على تطوير مرزوم التدريب المهني في الوقت الراهن تمام مرزوم التدريب المهني مرزوم التدريب المهني دي بتتكون من 82 مركز تدريب مهني على مستوى مصر منهم 38 مركز تدريب ثابت في 25 محافظة ومنهم 34 واحدة تدريب مترقلة واحدة تدريب مترقلة دي عمرة عن عربية أو ورشة واحدة تدريبية بضرها ضرار بتتنقل بين القرى الأكثر اختيادا المستهدفة في مبادرة حياة ريمة وفي منهم 10 وحدات تدريب ثابتة واحدة تدريب ثابتة يعني ورشة تدريبية واحدة تمام؟ نحن نضرب في وزارة العمل على 49 مهنة مختلفة كلهم مهن خرفية دهم طبعا أشهر مهن فيهم التفصيل والخياطة التحربة استبات أكثر المهن المطلوبة في سوء العمل سواء الداخلي أو الخارجي يمكن زي ما حضرتك قلت هو دورنا أننا تأهيل العمالة المصرية وتلوية اختلاف سوء العمل سواء في الداخل أو في الخارج تطوير المنظومة بيوم على 3 محاور أو أكثر من محاور أهمهم مثلا تطوير البنية التختية بتاعتمارات التدريب تطوير التجهيزات رفع تفاية المدربين أعداد المناهج التدريبية تكون مهربة للتراضي المكنولوجي على طول أهم حاجة نعملها دلوقتي في تطوير المنظومة أننا نتعطد أو نتشاور مع القطاع الخاص متمثل في اتخاذ الصناعات اتخاذ الصناعات ده يمثل سوء العمل الخاص أو أصحاب الأعمال فأنا منذ كده أنا أدرب طبعا لتلبية اختيرات أصحاب الأعمال فأضبنا أن هما هيأخذوا الخردين بتاعنا هيبقوا منافقين مع اختيراتهم هيوفرهم فرص عمل ويمكن هو ده الهدف الرئيسي بتاع التدريب أنه ينتهي بتشغيل أو توظيف لخردين الشباب زي ما قلت أنا هتشارك مع اتخاذ الصناعات هتشارك مع مؤسسة إبدأ مؤسسة إبدأ هتبدأ معي في بروتطول في تنفيذ رفع تفاية المراكز في توفير بنية اختية دايدة لما تستدريب في ادخال التكنولوجيا المعلومات على المراكز في اعداد الطارق التصوى أو الاستخدام التصوى أحيانا لماتي استدريب وبنورش التدريبين لو تكلمنا عن نقطة تصدير العمالة للخارج إحنا قبل الهواء كنا بنتكلم مع حضرتك أنه بتعمله إيه كوزارة العمل وقلت لي أنتوا بتتكلفوا بكل حاجة بتأمينها إيه أبرز المهن المطلوبة في دول زي أوروبا مثلا ودوركم يبقى إيه وأنا النهار دا لو عامل عايز أقدم أعمل إيه؟ طيب بالنسبة لتأييل العمل في الخارج أو صفر عمال مصرية الخارج دا توله دولة من سنة الفاتت وإحنا وزارة العمل متوليها لنفس المحطة دا أولوية تأهيل عمال للصفر والخارج يمتحد لو متبعيد آخر حاجة إحنا صفرنا عدد من العمال في مهنة تشهيد والبنى لدولة البصنة والهارسل تمام؟ دور وزارة العمل بقى في متالي التدريب في تأهيل الشباب دا للصفر والخارج يمتحد في تنربة نتخة إحنا عاملين شراقة مع معهن السليزيان الإيطالي تمام؟ منقدم تقريبا تلات تلاف منحة للشباب على تلاتة وعشرين مهنة من أكتر المهنة المطلوبة منهم دي اللي سيه الكنترول السيني سيه اللحام التبريد والتكييف الرافت الويب تمام؟ المنحة دي مدانية تماما للشباب الميزة في المنحة بتاعتنا معهن السليزيان إن الشباب أو المتدرب بياخد تلات دورات تدريبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة